أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفض اليوم اتصالين هاتفيين بوزير الخارجية لسويسري انتياسو كاسياس ونائب وزير الخارجية المكسيكي جوليان فنتورا أكد لهما أن المملكة توفر كل الرعاية الصحية والعناية لمواطنيهما الذين أصيبا في جريمة الطعن البشعة في جرش هذا اليوم وأكد الصفض للمسؤولين أن التحقيقات مع المشتبه به في ارتكاب هذه الجريمة بدأت تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية ومحاكمته وسيتم إطلاع بلادهما على نتائج التحقيق وفق الأعراف الدبلوماسية والقوانين ضابط صف من مديرية الأمن العام ودليل سياحي وسائق حافلة وأربعة سياح ثلاثة منهم مكسيكيون وسائحة سويسرية أصيبوا في عملية طعن قام بها أحد الأشخاص في مدينة جرش الأثارية الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المنفذ على الفور فيما بشرت التحقيقات في حادثة الاعتداء التي نفذت بواسطة سكين جميع يعلم أن ما حدث اليوم هو ليس من أخلاق الجرشيين ولا من عداتنا ولا من قيمنا كأردنيين ولا من قيم الدين الإسلامي السمح والحنيف التي نستهدي بهديها اليوم الجرشيين بوصل الرسائل لكل العالم بأن الفعل الذي حدث اليوم ليس فعلا جرشيا وليس من عادتها الجرش هذه المدينة الوادعة التي طالما فتحت أدرعها وقدمت ابتساماتها يستقبل بها كل ضيف وكل زائر لمدينة الجرش وكل السائحين الذين يأتون من الجيش دائما كانوا يخرجوا من عندنا بانطباع ورسالة حميمة رائعة إلى كل العالم أما المصابون فتم إصعافهم ونقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي حيث أشرف وزير الصحة الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكي وعدد من المسؤولين على علاجهم كما أجرى الوزير عملية لوقف نزيف أحد المصابين فيما تم نقل حالتين سائح مكسيكي ودليل سياحي أردني بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية أربع من الإصابات كانت إصابات خفيفة أربعة إصابات متوسفة على خطرة تم إدخال حالتين إلى غرفة العمليات تم تحويل حالتين بواسطة الهلوكابتر إلى مدينة الحسين الطبية واحدة لسائح مكسيكي وواحدة للدليل السياحي الأردني هي حادثة مؤسفة بين آثار مدينة جارش الجميلة التي نستقبل على مدار العام الزوار والسياحة بصدر رحب لكن يد الغدر جاءت في ساعة الغفلة لترتكب جريمتها إلا أن الأردنيين وفي مقدمتهم الأجهزة الأمنية كانت لها بالمرصاد